السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبتي طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي النهاردة ان شاء الله معدنا مع اخر حاجة في منهج جريد تو معدنا مع القصة القصة اسمها زووتر بامب زووتر بامب يعني مضخة الماء زووتر بامب شوف احداث القصة بتتكلم عن مين شوف مع بعض ونخلي الكلمات لاخر القصة ان شاء الله شايفين الراجل الطيوب ده اللي موجود على الجرار بتاعه ده اسمه عم عبد العظيم عم عبد العظيم هو بطل القصة بتاعتنا النهاردة بيقول لي ايه عن عم عبد العظيم نبدأ كده نقرأ عم عبد العظيم is a kind farmer عم عبد العظيم ده فلاح طيب he loves his tractor بيحب الجرار بتاعه his يعني ملكه بيحب جراره and his field وكمان بيحب حقله he loves his tractor and his field he cares for his groups كمان بيعتني بالمحاصيل بيعتني بالمحاصيل بتاعته and loves them بيحبهم very much كثيرا خلاص كده يبعرفنا ان عم عبد العظيم ده فلاح طيب بيحب جراره بيحب حقله وكمان بيحب المحاصيل وبيعتني بيها كثيرا at home he doesn't have to worry about water في بيت عم عبد العظيم هو مش بيكون محتاج انه يقلق عن الماء مش خايف ان الماء تقطع من عنده because he has a big water pump لانه يمتلك مضخة ماء كبيرة مضخة الماء بتاعت عم عبد العظيم بتعمل افضل شاي خلاص كده يبقى عم عبد العظيم ما كانش بيقلق ان الماء تقطع من عنده لانه عنده مضخة كبيرة والمضخة احنا عارفين انها بتشتغل بشكل يدوي يعني مش بتقطع منها الماء the people in the village الناس اللي كانت موجودة في القرية the people in the village send their children with large pots to get water from عبد العظيم's water pump الناس اللي كانت موجودة في القرية كانت بتبعث اطفالهم بيرسلوا اطفالهم باواني put يعني اناء puts اواني to get water عشان يجيبوا مية from عم عبد العظيم's water pump من مضخة الماء بتاعت عم عبد العظيم عم عبد العظيم allows everyone to use it كان بيسمح لكل واحد انه يستخدم مضخة الماء لانه كان راجل طيب فكان بيخلي كل الناس تاخد مية من عنده when little children can't pull the hand of the water pump up and down لما الاطفال الصغيرين مش كانوا يقدروا يسحبوا يد المضخة لأعلى ولأسفل بيشغلوها كده هو زي ما انا بعمل بالقلم كان عم عبد العظيم بيعمل اه عم عبد العظيم help them to always help them كان دايما بيساعدهم he always says وكان دايما بيقول this water pump belongs to the whole village ان المضخة الماء دي تخص كل القرية ملك كل القرية this water pump belongs to the whole village تخص كل القرية وعم عم عبد العظيم كان بيساعد الاطفال انهم يشغلوا المضخة وياخدوا منها مية when the water pump breaks اما عبد العظيم quickly fixed it he is always happy to do this لما كانت مضخة الماء بتعطل بتبوز كان عم عبد العظيم بسرعة بيصلحها وكان دايما مبسوط وسعيد هو بيعمل ده هو بيصلحها before he travels قبل ما يسافر عم عبد العظيم كان مسافر فقبل ما يسافر هنشوف عمل ايه قبل ما يسافر اما عبد العظيم tells his name never stop people from getting water هو مش عم عبد العظيم رح اخبر جاره ساب الترمبة وامن عليها جاره وقال له الكلام ده never stop people from getting water متوقفش الناس او متخليش الناس تبطل لا تمنع الناس ابدا من انهم ياخدوا المية من هنا people from getting water you fix the pump when it breaks كمان لازم تصلح المضخة لما تبوز you must fix the pump when it breaks لازم تصلحها لما تعتر نشوف جار عم عبد العظيم سمع بالنصيحة وعمل بيها ولا لا the neighbor doesn't listen يبقى عرفنا ان النابور بتاع اما عبد العظيم مش سمع الكلام ما عملش بالنصيحة اللي قال له عليها اما عبد العظيم اما عبد العظيم comes back after a week رجع عم عبد العظيم بعد اسبوع واحد the water pump doesn't work لا المضخة لا تعمل متعطلة وبيضة he asks his neighbor قال لي جاره why doesn't the water pump work ليه المضخة لا تعمل الجار رد عليه وقال له we can't fix it says his neighbor مش عرفنا نصلحها مش كنا عارفين نصلحها ده الرد بتاع جار عم عبد العظيم طيب نشوف عم عبد العظيم هيعمل ايه عم عبد العظيم is very angry بقى غضبان جدا he starts to fix the heart of the water pump بدأ يصلح قلب المضخة the heart of the water pump قلب المضخة يعني الجزء اللي داخل المضخة but he can't ولكن معرفش طيب لما معرفش هيعمل ايه he asks a plumber to help him طلب من السباك انه يساعده رح جال شاف سباك وطلب منه انه هو يساعده في انه يصلح المضخة the plumber says السباك لما شاف المضخة قال ايه we must pull the pump out لازم نقتلع المضخة نطلحها خالص كده من مكانها and dig it in again ونركبها بعد كده تاني خلاص يبقى المضخة لازم تتخلع وتتركب مرة تانية we must pull the pump out and dig it in again ونبتدي نركبها تاني أم عبد العظيم and his plumber and the plumber أم عبد العظيم والسباك work hard عملوا بجد they fix the heart of the water pump وصلحوا قلب المضخة many children with empty pots watch كان فيه أطفال كتيرة ومعهم الأواني الفارغة empty يعني فارغ أواني فارغة بيشاهدوا وطش هنا يعني بيتفرجوا بيتفرجوا عليهم وبيصلحوا المضخة طيب نكمل a little boy wanted to start the water pump كان فيه ولد صغير عايز هو اللي يبدأ بتشغيل المضخة أم عبد العظيم says he can قال له خلاص ماشا هتقدر تشغلها the little boy shouts الولد فضل يصيح ويقول إيه come on pump يلا هيا أيتها المضخة poor and pump يلا يا مضخة اعملي إيه بقى طلع لنا مية وضخيها ضخ المية يلا pure and clean water follows out of the water pump بدأت المية النقية النظيفة تتدفق من المضخة pure and clean water flows out of the water pump خلاص كده الولد الصغير هو أول واحد بدأ وشغل المضخة وبدأت المضخة تطلع المية النظيفة عم عبد العظيم كان طبعا مبسوط جدا كان بيقول إيه بقى عم عبد العظيم walks away مشي بعد ما اشتغلت المضخة saying the heart of the pump is clean قلب المضخة نظيف a clean heart gives clean water طبعا القلب النظيف بيطلع مية نظيفة طبعا ده ممكن ناخدها قاعدة الناس برضو اللي قلبها أبيض بيكون تصرفاتها تصرفات جميلة وكويسة فهو بيديني يعني إيه حكمة في كده إن المضخة قلبها نظيف فعشان كده هتطلع مية نظيفة until today حتى الآن the water pump is pure and gives water to everyone in the village الحد دلوقتي المضخة ميتها نظيفة وبتدي مية لكل واحد في القرية it makes the best tea وبتعمل أفضل شاي طبعا دي كانت القصة بتاعتنا إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها وتعرفوا تقروها كويس دلوقتي هنروح نشوف الكلمات اللي موجودة عنا الكلمات اللي أطفالنا الحلوين هيحفظوها كلمات سهلة جدا وبسيطة علشان إن شاء الله نتابع مع بعض منهج تلتة ابتدائي بعد ما نعمل امتحان كده حلو على كل المنهج أول كلمة موجودة معنا break break يكسر crops crops محاصيل fix fix يصلح flow flow يتدفق neighbor neighbor ممكن أقولها neighbor neighbor يعني guard ممكن حرف القرف الآخر منطقهوش plumber plumber سباك poor يصوب poor put in it tractor جرار travel يسافر water pump مضخة الماء heart of the pump قلب المضخة heart of the pump وبكده إن شاء الله نكون خلصنا منهج الترم الثاني للصف الثاني الابتدائي وإن شاء الله أقابلكو الفيديو الجاي مع أول درس هناخده في منهج الصف الثالس الابتداء الترم الأول اللي أول مرة يشوفني ياريت يشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلوا مني كل جديد ويتابع معايا كل الفيديوهات الحلوة اللي احنا عاملينها هسيب لكم في علامة الاي اللي هتظهر مراجعة على جرامر الصف الثاني كله علشان تدخلوا على سنة تالتة إن شاء الله والدنيا تمام معاك ومراجعين يلا جود باي اشتركوا في القناة